السلام عليكم بنات كنت ستكونوا بخير وعلى خير محبا بكم جديد في قناتكم وإن شاء الله نحضر معكم صابة لبريستيج منظر رائع بعجين سهلة وناجحة إن شاء الله اتنا الإعجاب ديلكم مع طريقة تحتفظ في لمدة طويلة فخليكم معي أول حاجة نستعمل القصرية أو الإناء نحتاج 150 كرام زبدة هنا نستبدأ دي اللدة من أفضل أن تكون بحرارة في المطبخ يعني باش كي سهلة لكم يعني تخدموها لزيان هنا غادي نحاول أنني نحكها في الحكاكة باش الجيني سهلة بعد ما حكيت الزبدة فأغنضيح لنا جوز كيسان ديس كارساني كيسان يعني بعبار لدي الكاس العنبا نخدمهم مزيان مع الزبدة حتى كيف تزجوا هات الشكل هيدا من بعد كنتي في شوش ديال بيضات؟ من بعد كنتي في شوش ديال بيضات؟ من بعد ما خلطت المكوينة مزيان نضيفنا جوز كيسان ديال الزيت بنصف القياس اللي عبرنا به سكر هناك نضيف هاد النوكه ديال ناطا كيسا عطيه بحد لده جميلة تقدر انتم مادي روفاني أو لصغيره النوكه اللي بغيته نضيف الفورس أو لطاحين الأبيض يكون مبتز ديال حلوية يكون مغربة لطريق الحل نجمع العجين ديالي حتى نحصل على لوحة العجين يسكون يعني تكونش قطحة أو كدلك ما تكونش مرخوفة تسيف 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 أيها هاتم تسيف هذا هو القوم ديالها كيف ما كانت لاحظوا ما في العجين ديال صغيره مكن ديالكوش غاي كنجمعوا برقصة أصابحتك تجمعوا جينة ديالنا هنا غادي نحاول انني نقسمها آآ لثلاثة أو لربعين لحسب الجينة . سوف نضع السلوفان أو بلاستيك غيدائي ونجمع هذه السلوفان ونحصف بيوم الليلة كاملة في التلاجة أو كانت حال بارد يعني تخليه مغير برا سوف نضعون أنه ليس سعب لله ونبعد واحدة يعني كل ليلة كاملة في الأجينتي أنا سوف نضعونها لكي يسهل على المدلك هنه غادي ناخد عندي المدلك غادي يكون عندي احد البلاستيك اولا نستعمل ورق دي الطبخ باش هكا ما كنحتاج يعني الطحين نيائيا وباش متلصقش لنا يعني لاجينة على سطح العمال اولا في المدلك هناك تكون سهلة كندرج بلاستيكات وكنوضي لاجينة الوسط وانا كنسرح لاجينة بالمدلك بها الطريقة هذي الطريقة سهلة هنه سيكون السومك ديالها اهنا ارقيق مشي بزاف لان انا قادي نستعمل واحد الموسيب دي الشوكولات من الفوق يعني ما غادلت نراققه بزاف اذا غادي نستعمل معكم هاد الشكل مربع وغادي نبدأ كنشكل العجين ديالي بهاد الشكل هنه بعد مشكلة اللي سابلي غادي ندخل هم يطيبو هنه بعد مشكلة اللي سابلي غادي ندخل هم يطيبو ويتحمرو وانطلاقا من شاء الله غادي ندوزو باش حانو غادي ننحضرو يعني اللي موتيب ديالشكلات دياله هنه اخديت شكلات ابيض هناخدوها تكسرونا اللي غادي ندوو في الشكلات الابيض في حمام مريم هنه بعد مشكلة اللي غادي ندخل هاد الموتيب هادا وغادي نعمرهم بالشكلات واندخلهم ثلاجة اي برده يعني شدو افرازه من حي نزولهم موسيب ديالشكلات اللي حضرت معاكم هنا غادي ناخد نحط الكسرونا اللي غا نضع فيها القليل من النطاج والغليكوز يعني لحسب الكمية ديالي صعب للي عندي وغادي نسخنهم فوق البوطة وعندي هنا لي تزين عندي عقاق هكا في الغوز وعقاق في الجري تزين تبقى اختياري طبيعة الحال وغادي ناخد اللي صعب لي ديالي بهاك هات الشكل هدا كانت نهم بهدك الناب باجون تليكوز ديس خنس وكان نوضع هاداك الموتيب ديالشكلات طريقة سهلة انا وضعته في الجنب سلنا اخد هدوك العقاق اللي كان زين به الداخل وهنا انا راني وجدت كوكاو قبل وهر مشتو حمرتو اللي كان انا زين به من جناب كستمر بها الطريقة هذي حتى نكمل الكمية اللي عندي سيكون هادا وشك النهائي اللي صعب ليديونا كيجي ورائعين في المنظر حتى في المعطاق ديالوم كيجي زوين كتمنى انوين الاعجاب ديالكم بالنسبة لطيقة الحسيفات بيه فكنوضعو فحدة اتشوبينة اولا سوبيرا كتكون محكمة الاغلاق كندير لها الاليمينيوم يعني ما بين الطبقة وطبقة كندير الاليمينيوم يعني ما بين الحلوى بالحلوية وكنناخد سكار طوبة ديالسكار كنوضعهم مع يعني الحلوى الداخل وكنستوها مزيان هنا سكار تحافظنا على القرمشة ديال الحلوية ديالنا خصوصا اللي صاب لي اللي بغينا بقى واحد المدة يعني طويلة فهذه الطريقة ديال احتفاظ ديالو وكتكون هذي ديال الحلوى ديالنا اللي وجدت معكم اليوم كتمنى انو ندنا الاعجاب ديالكم بصحة ورحة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة